يا جماعة العدة هي من العد وهي عبادة ويلي ما بتقعد بالعدة بتكون آثمة لو وحدة كانت بعيدة عن زوجة عشرين سنة وهلا طلقها هلا بدأ تمسك العدة عدة المطلقة والمختلعة عند الجمهور ثلاث حيضات عدة الأرملة أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام عدة الحامل لحتى تضع الحمل تبعها ويلي تتزوج وهي بالعدة فعقدها يكون باطل فورا يفرق بينهما يلي طلقها زوجة طلاق أول أو طلاق تاني العدة تكون ببيت زوجة حرام على زوجة إذا طلعها وهي حرام عليها إذا طلعت لأنه الله قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن لحتى تخلص العدة وإذا خلصت العدة وما رجعه ما عد يقدر يرجعه إلا بموافقتها وموافقة ولأمرها وشاهدين وعقد ومهر لأنه بانت منه بينونة صغرى البينونة الصغرى يلي طلقها زوجة طلاق أول أو تاني وما يرجعها حتى تخرص العدة صارت بينونة صغرى البينونة الكبرى يلي طلقت ثلط طلاقات ما تقدر ترجع له لحتى تتزوج غيره هذا والله أعلم سلام عليكم